موسيقى سهر خير عزيزي المشاهدين أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من بنوك واستثمار معكم إسماعيل حمد صناعة البنوك والمصارف النهاردة بتواجه شكل جديد من المخاطر والتحديات في ظل التطور التكنولوجي ويمكن المخاطر والتحديات الموجودة في الوقت الحالي كمان بتفرضها التغييرات والظروف العالمية سواء من الناحية الأمنية أو من الناحية الاقتصادية قبل كده القطاع المصرف العربي وجه كتير جداً من التحديات بمرونة واحترافية عالية بفعل السياسات والقواعد المتبعة لكن كمان التعامل مع اللي جاي بيتطلب خطط محكمة ومرسومة بدقة وعم على مدار ثلاث يام في سهل حشيش بالغرداء عقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر مؤتمر عن المخاطر اللي بتواجه البنوك العربية في الوقت الحالي في إطار التطور التكنولوجي على هامش المؤتمر ده كان لنا لقاء مع الأستاذ جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري والأستاذ وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية لكن قبل ما نشوف هذه اللقاءات خلينا نطلع نشوف تقرير عن المؤتمر مع زميلتنا شيرين مجدي وبعدها نشوف اللقاءات اللي عملناها من هناك مع ضيوفنا أشوفكم كمان الحلقة الجاية إن شاء الله على كل خير يكتمع هؤلاء لتأمين حسابتك وبياناتك الشخصية في البنوك التي تتعامل معها في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق المصرفية فعلى مدى ثلاثة أيام نظم اتحاد المصارف العربية منتدى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري والتحاد بنوك مصر وبمشاركة أكثر من 250 من قيادة المصارف العربية ورؤساء ومدراء إدارات المخاطر في البنوك العربية نحن حارسين جدا من خلال هذه التوصيات أن نستثمر كافة الطاقات الموجودة سواء في تقوية البنية التحتية التكنولوجية للبنوك التدريب تطبيق كافة المعايير العالمية في المخاطر للحفاظ على مستويات مقبولة لأنها تحكس على سلامة وقوة القطاع المصارف بإذن الله المؤتمر ده يناقش على مدار ثلاثة أيام الجزء الخاص بالمخاطر ومخاطر الاقتمان سواء مخاطر الاقتمان مخاطر تشغيلية أو مخاطر الاقتمان نفسها أي المحاور التي تدور حوالي هذه المخاطر المخصصات المطلوبة التوافق مع المتطلبات الدولية سواء IFRS 9 بازل 3 كل هذه الموضوعات مطروحة للنقاش المنتدى يتعدى حدود مناقشة المخاطر التقليدية مثل طباطئ الاقتمان والتشغيل والسوق ليبحث المخاطر في ظل التحول الرقمي الذي تبنته العديد من المصارف بهدف زيادة رد العملاء والنمو في الربحية والحصة السوقية مما يستوجب معه بعض التعديلات في سياسات وإجراءات قياس المخاطر وضرورة بناء الكوادر البشرية والخبرات الملائمة لهذه التطبيقات بعد الأزمة العالمية 2008-2009 كل البنوك حصنت الإمكانيات التي لديها من ناحية زادت الميزانيات وحطت سيولة احتياطية لتتواجه المخاطر الكبيرة ما بسيك يعني إذا بتتطلعه بكل البنوك من الدول العربية خاصة وعالمية بالمطلق صار في كتير يعني تشديد على إدارة المخاطر في هذه البنوك المؤتمر خرج بمجموعة من التوصيات في مقدمتها ضرورة وجود منهجية واضحة لدى البنوك بإدارة المخاطر الرقمية وتطوير التشريعات المناسبة لتنظيم إصدار البنوك المركزية للعملات الرقمية وتضافر الجهود لوضع مؤشرات نوعية مناسبة لقياس مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزام البنوك بمعايير الحوكمة أرحب بالأستاذ جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري بنتكلم في حوار عن أهم التحديات التي تواجه المنطقة العربية من ناحية الاقتصادية والتطور الرقمي وإزاي ده ممكن نخدم الاقتصادات وتحديدا الاقتصاد المصري والمواطن المصري أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ جمال أستاذ جمال يمكن إحنا النهاردة بنتكلم على هامش مؤتمر تحت عنوان المخاطر اللي بتواجه الأسواق العربية اللي بيعملوا اتحاد المصرف العربية بالتعاون طبعا مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر من وجهة نظر حضرتك ما هي أهم التحديات اللي بتواجه اقتصادات الدول العربية في الوقت الحالي وفرص النمو من وجهة نظرك خلال الفترة اللي جاءة باشكر ستك وطبعا ببساطة عندنا فيه اللوطن العربي والدول العربية فيه تحديات كتيرة يعني طبعا فيه تحديات كلها معروفة زي تحديات الجيوسياسية فيه الترباط السياسية اللي موجودة في بعض الدول ودي طبعا لها تأثير عندنا كمان الارتفاع وعندلات الديون في الدول العربية فيه عندنا كمان شايفين الحرب التجارية اللي كانت بين الصين وبين الولايات التحت فدي بتأصل على حجم التجارة العالمية وبالتالي بتأثر على حجم التجارة في الدول العربية هنضيف على كده أن التجارة البيانية أصلاً اللي بين الدول العربية مش على هذا المستوى وأنا شايف أن دي فرصة أن هي يبقى في تركيز على التجارة البيانية بين الدول العربية عشان يعوضوا التأثير اللي حصل من التجارة العالمية في حاجة تانية كلنا شايفين كمان برضو أسعار البترول أسعار متروب دون المستويات المطلوبة حالياً فدي برضو لا تأثير على شق كبير من الدول المصدرة للنفط الشيء الآخر برضو المهم اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو وده أنا يمكن كررته كلنا شفنا ان احنا في الفترات الأخيرة حصل ترابط زيادة ترابط ما بين أزمات الديون السيادية في الدول والأزمات اللي بتحصل في الأجهزة المصرفية عندها فبقى من مش من المقبول ومن الخطر ان انت تعتبر ان المديونيات او التعرضات السيادية هملة تماماً 100% من المخاطر دي كده كثقة عامة هل حضرتك شايف انه التجارة البيانية بين الدول العربية اذا تم تعزيزها بشكل اكبر خلال فترة جاءة هل تقدر تحل المشكلة اللي ممكن تنجم عن المخاطر الخاصة به التجارة العالمية خلال فترة لا احنا مش حالياً قد نقول ان هي هتبقى 100% بس على الأقل هتعرض جزء وبعدين احنا حالياً يمكن شغالين مع صندوق النقد العربي اللي هو نظام المدفوعات العربي اللي هو هيعمل التسويات ما بين الدول العربية مبارشرة دون اللجوء لمراسلين في الخارج عشان تحصل عملات تسوية فدي عايزين نقول بتوفر في نفس الوقت تكلفة هم هيعملين مجهود كبير وانا منتظر في القريب ان شاء الله ان هذا النظام يبقى موجود في تسويات المدفوعات فيه جدوى الزمن للنظام اه يعني اعتقد ان السنة اللي احنا فيها وبكتير السنة الجاية هيكون النظام ده موجود هيقدر ان هو يسهل كتير نظم المدفوعات ما بين الدول العربية وبالتالي يعزز حركة التجارة حركة الفروس وحركة التجارة اكيد هيبقى لها تأثير اجابة عليه الدور اللي ممكن يكون بيقوم بالبنك المركزي المصري فيه تعزيز التعاون الاقتصادي او المصرفي والمالي مع الدول العربية ويمكن كمان الدول الافريقية احنا والله يعني شغالين على هذا الموضوع بقالنا فترة وفيه انجازات فيه كويسة جدا احنا بنتعاون جدا مع الدول الافريقية بنقدر احنا يعني مميزين في القطاع المصرفي وبالنسبة للسياس النقدية بنرتب بنعمل زي نوع من الملح التدريبية للدول الافريقية كان عندنا حوالي 28 دولة افريقية استفادوا من هذه من البرامج التدريبية اللي بنعملها بتبقى هي شقين جزء بيبقى فيه مكان العمل في المركزي وجزء بيبقى معه بالتعاون معه فيه برضو بعض الدول العربية بتستفيد من هذه البرامج التدريبية احنا ما نتأخرش على الدول الافريقية ودي لها اولوية كبيرة جدا جدا الدول الافريقية والدول العربية ان احنا على قد ما نقدر ساعد وعلى قد ما هم بيقدروا يطلبوا عايزين تعاون وبرامج معانا للتعاون احنا بنتأخرش عنه ازاي ده ممكن يكون بعزز الثقة ويعني تعاون ما بين البنوك المركزية وحتى القطاعات المصرفية المختلفة في الاسواق الافريقية والعربية والسؤول مصري خلينا ناخدها بطريقة بسيطة انا واحد جيت وشفت وتعلمت حاجة ونقلت الفكر ده والعلم ده نقلته في الدولة بتاعتي ولما ييجي حد يقول له انت الافكار الجديدة دي او الافكار الكويسة دي انت جبتها مين هيقول له والله ده انا عملت برنامج تدريب في نصفة دي عايزين نشوف بس معدل الانتشار يعني لو انت عندك من كل مؤسسة مالية عشر اتنشر واحد عشر اتنشر واحد دول فاردوا في المؤسسة المالية ان حجم التعاون وحجم التدريب وحجم الاستفادة اعتقد مع الوقت وتكرارها هتدي صورة اكبر كتير قوي من ممكن ملايين تصرفها في دعاية او اعلان ان مصر تعمل حاجة معانا للدول الافريقية هل فيه تعاون اخر بخلاف مسألة التدريب مع البنوك الافريقية على مستوى النقدي او على مستوى التعاملات البنية والبنوك المركزية لا احنا فيه فيه طبعا انت عند ستك احنا الاعضاء في الكوميسة دي طبعا برضو لا علاقة بالتجارة البيانية من دول الكوميسة فيه احنا كمان بنبقى مسؤولين عن برامج تدريبية معانة داخل الكوميسة يعني فيه برامج احنا عندنا فيه بنبقى مسؤولين عن برامج معانة بتسند لنا ان احنا مواصلين عنها ان احنا نحط لها القطر الرقبية ونساعد الدول الافريقية فيه تنفيذ مؤخرا احنا شايفين نمو سريع في فكرة التكنولوجيا المالية على مستوى العالم ازاي البنك المركزي المصري بيقدر انه يتابع ويواكب ما يحدث في العالم من تطورات على مسألة التكنولوجيا المالية والخدمات اللي بتقدم عبر الادوات التكنولوجيا المختلفة انتوا في بنك المركزي بتعملوا قيم عشان نشوف اللي بيحصل في العالم ونحاول ان احنا نكون مواكبين له خاصة في اطار استراتيجية الدولة اللي بتستهدف التحول الى اقتصاد رقمي حقيقة احنا بقى لنا فترة شغالية احنا عندنا فيه تيم يعني عندنا فرق متخصصة هي متخصصة فيه هذه النظم للمدفوعات نظم المدفوعات مدفوعات على انا بقول بالتعريف الشامل اللي نظمت عندنا فرق متخصصة الفرق دي احنا دربناها في احسن الجامعات دربناها في احسن الاماكن اللي هي ممكن تعود بالفايدة عليها يعني سيلكون فالي ودناهم فرنسا بنتعاون مع سويد كمان مع سويد ودناهم سينافورا يعني كل الاماكن اللي هي تعتبر اماكن قائدة في المدفوعات والتحول الرقمي احنا بنود الناس دي عشان يكتسبوا الخبرات فبقى عندنا فيه فرق مخصوصة هي شغلية كده بناخد على كده الناحية التانية القطر الرقبية ما انت عزام عندك نحية فيه المجال العمل فيه القطر الرقبية احنا القانون الجديد بتاعنا فيه جزء خاص بتكلم على المدفوعات ده ما كانش موجود قبل كده نتكلم على القانون الجديد فيه بنتكلم على عملات رقمية ما كانش مذكورة في القانون القديم فديح كلها حاجات موجودة احنا على مستوى الرقبية فيه تعدلنا الهيكل الوظيفي بقى عندنا ناس بنستقطبهم عشان يبقى عندهم القدرة على ترخيص اللي دي مهمة جدا اللي دام المشكلة في الترخيص بمعضبهم القدرة على ترخيص المنتجات اللي هي المدفوعات والمنتجات الرقمية ممكن أنتو يعني البنك المركزي اقر خلال الفترة اللي فاتت مجموعة من الضوابط اللي بتحدد عمل مثلا التحويل عبر الموبايل وخلافه دي كانت نقطة تحول مهمة في السوق المصري وبتوفر على المواطن مجهود كبير عشان يحول اموال ويمكن في اي وقت يقدر يحول اموال ازاي حترك موجة نظرك يعمل عملياته المالية بشكل اسهل واكسر سرعة خلينا تشوف من البداية احنا طبعا الموضوع دي ما بتجيش ما بين يوم وليلة ده تطور وعلمي بيتطور عشان توصل الهدف اللي انت اللي ما تشوت فهي بتاخد وقت يعني مثلا ضمن الحاجات احنا عندنا دلوقتي بنسمح بالموبايل فيه عندنا اي والد فيه بنوك كتير فيه بنوك كتير بقى عندها فروع ديجيتال فيه اكتر من كده ان احنا اللي احنا رايحنه ان هو اللي بيقوله عليه EQIC يعني النهاردة بدل ما العميل في قرية بسيطة او في بلد صغيرة عشان النهاردة يروح يفتح حساب لازم يروح البنك او فرع البنك اللي في المركز النهاردة ده الراجل داع معناه ان هو يروح يوم عايز يتكلف مواصلات رايح ضيع وقت طبعا ضيع وقت يومية بتاعته فالنهاردة بقى خلاص عشان تتأكد ان هي معمولة صح الاميز من كده اللي هو بعد ما بيعملها هتبقى موجودة ومتاحة على مستوى التبالي وتمتيب بانك يعني انت خال انت النهاردة يعني تقدر تفتح حساب في حال اقرار الخدمة دي بالضبط تفتح حساب في اي مكان ويتعامل عليك EQIC دي مهمة جدا اللي هي اللي هي اعرف عميلك بس الكترونيا الكترونيا لان الميزة في النهاردة انت لو عايز تفتح في ثلاث بنوك مثلا نهاردة في الوقت الحالي قبل الخدمة دي لسه هتدخل النهاردة لازل تروح في ثلاث بنوك تعمل نفس الأسئلة ونفس الإجامات عشان تقدر يفتح لك الحساب النهاردة هتعملها واحدة والبنوك التلاتة هتشوفها خلاص انت باش تعملها تاني فديه التوفير النهاردة بنتكلم على الناس بتوع التمويل متناهي الصغر النهاردة عشان يروح يدفع البسيط ده لأ النهاردة بقى فيه بالموبايل يقدر يدفع القص ده ده مش محتاج بقى ياخد مواصلة ويروح لمقارن بانك وضيع يومه ومجهوده فالأمور بتتحرك في الاتجاه الصحيح أنا يعني ان شاء الله متفاقل جدا جدا بالتحول الرقبي وان احنا يبقى فيه تساعد كتير خاصة في الشمول المالي اللي احنا يعني شايفينه انه هو مهم جدا جدا لمصر عشان هيحرك كتير وهيحسن اهم حاجة هيحسن المؤشرات الاقتصاد الكلية لمصر كلها يمكن ده سؤال مهم يعني حضرتك شايف من وجهة نظرك فكرة التحول الى الاقتصاد الرقمي وحتى لو بما ظل اشمل شوية فكرة الشمول المالي ازاي ده ممكن يخدم الاقتصاد كدولة ويقدر يخدم المؤسسات كمان اللي بتشغل في هذا الاقتصاد ووصولا الى المواطن حرارك يمكن تكلمت عن لمحة يمكن هي مهمة لكنها مش كل حاجة تسهيل العملية على المواطن لكن يكيد فيه استفادات اخرى بيستفيدها المواطن من هذا التحول والشمول المالي كمان في نفس الوقت هي لها فوائد عديدة الشمول المالي خلينا قسم فوائد على مستوى الاقتصاد الكل وعلى مستوى القطاع المالي والمصرافي فهنا النهاردة يعني بحسبة بسيطة جدا على الاقتصاد الكل انت عندك مؤشرات نمو نتج محالي محلي مستوى الدين بالنسبة للنتج المحلي خلينا نتخيل ان احنا باكتر الارقام تحفظا من ناحية القطاع الغير راسم اقصر تحفظا هنقول 30% انا معنى فيه تخدرات لاكتر من كثير انا اقول اقصر تحفظ تخيل 30% دي يعني معناها انت اضفت تلت الاقتصاد للاقتصاد طبعا فتخيل لما تيجي تعمل كل النسب بتاعتك من ناحية الدين من ناحية الاكسترنال لا هنشوف اكيد ارقام مختلفة طبعا كل الارقام دي هتعملك من ناحية حتى الدين المحلي بتاعك قدام الناتج المحلي كل الارقام دي هتتحسن على طول طبيعيا مجرد ما الناس دي تخش فيه هذا الاقتصاد الرسمي ده على مستوى الاقتصاد الكل تعال بقى نتكلم على مستوى البنوك البنوك النهاردة الفلوس اللي هتخش دي ما هي بره هتخش هتم استرنالها الفلوس الكاش اللي بيتم تداولها كاش هتدخل الجاز المصرفي هتخش الجاز المصرفي هتستخدم احسن هتتحسن فيه ارباح البنوك هتدي نوع من الاستقرار الاكتر يعني النهاردة خلينا نقول لما يبقى انا عندي من الناحيتين عندي ودايع احنا عندنا الودايع العمل عندنا حاليا بتمثل حوالي من 70-75% من حجم الودايع وده شيء كويس ان هي متوزعة مفهاش تركزات فتتخيل الودايع دي دخلت هتدي والودايع دي ودايع مش كبيرة ومتنوعة فهتدي نوع من الاستقرار على مستوى الودايع الموجودات على مستوى الودايع اللي هي البنك بيستخدمها عشان يقدر في النحة التانية سلفها هنخيل برضو هو بيسلف المشروعات الصغيرة المتوسطة هتدي له نوع من عدم وجود تركز اللي هو من اكتر المخاطر الموجودة حاليا ان يبقى عندك تركز في الاقتمان حضراك المؤتمر بتاع النهاردة يمكن من ضمن الجلسات اللي كان بيتكلم فيه على موضوع مهم وهو فكرة مخاطر العملات الرقامية هل احنا النهاردة اصبحنا امام شكل جديد للمخاطر غير طويلة فيه العمل المصرفي وازاي البنوك المركزية بتبدأ تبص على الموضوع ده وتتحوطله يعني خلينا نقول العملات الرقامية احنا نعرضه نتكلم من اللي بقى الاتجاه مع اللي احنا كنا سمعين وفيه العملات الافتراضية فيه البنوك المركزية بتاع التفكر يبقى فيه عملات البنوك المركزية في العالم اه اه التفكر يبقى عندها عملات عملات رقامية طبعا عملات رقامية يعني مدعومة بأصل بأساس بيتم عليه الاحتساس صحيح فإحنا النهاردة تخيلنا أنه لو إحنا النهاردة في عندنا أصدرنا عملات رقمية الأمور هتبقى أسهل يعني النهاردة من ناحية إيه هتقدر النهاردة يبقى فيه نوع من الكفاءة والتنفسية يعني تخيلنا كل النهاردة الناس بتتعامل بالعملات الرقمية فيه كفاءة والتنفسية هتقدر أن أنت أي حاجة فيها مشاكل تهرب ضريبي يعني ضرائب بتكلم على غسل أموال هتقدر أن أنت توفر حاجات دي فوق ده وده تكلفة يعني دائما أي حاجة بتبصلها هتكلفني كاما وتكسبني كاما لو تكلفتها أكثر بمكسابي مش هعملها شيء طبيعي إنما هتقلل التكلفة فهتخلي البنوك المركزية والناس يقدروا يعملوا معاملات المالية بتكلفة أقل إنما في نفس الوقت لازم قبل ما تعملها يبقى عندك القطر الرقبية والإشرافية وعارف إيه المشاكل اللي ممكن تقابلك ونت بتعملها خلينا واضحين النهاردة لسه ما فيش قطر واضحة ظهر من أي بنوك مركزية للعملات الرقمية يعني حاجات محددة كلنا لسه بنتكلم في تجارب هنفكر هنعمل بنتفرق بنشوف يعني بنبحث بنشوف العالم ماشي زي بالضبط طبعا من ناحية تأثير على السياسة النقدية العملات الرقمية يبقى تأثير مهم جدا لأن أنت شايف كل الفلوس اللي موجودة الحاجة التانية أنت لو عايز تحط انترست ريت سواء بالإيجاب وبالسلم دي كلها طبعا محتاجة معادلات لا تقدر تنفذ سياستك النقدية سياستة سليمة بس أنا كان لي يعني توضيح أو نوع من التوصية أن ما يبقاش البنك المركزي عنده معاملات مباشرة في العملات الرقمية مع الرتيل مع الأفراد لأن اللي هيحصل لو حصل أن هو بقت كل التعاملات المباشرة في العملات الرقمية مع البنك المركزي أصبح ما فيش بنوك كل الناس طبعا هتقول لك البنك المركزي ده بنك مركزي فهتحط مع البنك المركزي اللي هيحصل إيه اللي هو ده هتتحرك للبنك المركزي وتطلع من بنك فالبنوك الأرضة هيشتغل إزاي ويعمل الدور الوسيط المال إزاي فوق ده وده ممكن البنك في الحالة دي يلجأ أنه هو يروح على اللي بيقولوا عليها الهولتسيل فاند الناس اللي هي بيبقى عندها فاند كبيرة ويدهان فطبعا هتبقى أسعارها عالية البنكة ياخدها أسعارها عالية ولازم يسلفها بطريقة بأسعار عالية برضو عشان يعاوض ما هو يخذها بتكلفة فلازم يعاوض فيضطر أنه هو يعني يتغاضع عن المخاطر شيئا ما عشان يحقق العائد المطلوب نخش بقى فيه الدائرة اللي هي بتاعة جوجة المصري إذن إحنا أمام شكل جديد من المخاطر البنوك على مستوى العالم وخاصة البنوك المركزية لكن الرسالة النهاردة للمواطن هل يمكن البنك المركزي المصري حذر قبل كده من تداول العملات الافتراضية أو الرقمية اللي موجودة في بعض المنصات الالكترونية يعني هل مزال هذا التحذير قائم وهل يعني نقدر نوصل رسالة إيه للمواطن المصري فيما يتعلق بتداول العملات الرقمية والافتراضية هو طبعا فيه فرق كبير يعني العملات الرقمية ببوراها بنك مركزي هو المسؤول عن إصدار النهار في الدولة يعني أكثر هذا وبيبقى لها أساس النهار التاني ملهاش أساس فعشان كده بنشوف الحركة فيها صادر نهاربوطن ملهاش أساس يعني ممكن تدخل بفلوسك وتخسارها في نفس الوقت لأنه ما فيش حاجة بتعامل صح خطورة كمان أنت ما تتعرفش ميل بتعاملوا فيهم يعني حتى مخاطر غسل أموال موجود فيها مخاطر رهيبة جدا فإحنا كانت تحذيرنا واضح ممنوع وأنا بقول ممنوع يعني البنوك النهاردة ومسؤولي الالتزام بيراعوا أن أي مدفوعات بتتم ما تكونش متوجهة لهذا النوع من العمليات وده هيخدني أكتر لنقطة اللي هو المخاطر في البنوك ترتيبها اختلف يعني النهاردة كان زمان يقولك الإئتمام ده أكبر مخاطر كان يعني بتعمل 85% ويجي بعد كده كان يقولك العمليات عشرة مثلا المخاطر للعمليات ويقولك مخاطر السوق 5 النهاردة حصل تغير تام في ترتيب نوعية المخاطر النهاردة ما بقاش حد يتكلم على الأمن السبران النهاردة لخطر العمليات بقتها الشغل 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 وده هيخدنا يعني مش عايزة تقول بقى أنه هو بازل أربعة اللي احنا بنجهز لها في مصر بازل أربعة دي إن شاء الله تبقى تاريخ اللي هي تنفيذها 2022 احنا ابتدينا من آخر 19 بعثنا للبنوك زي ورقة نقاشية وورقة تعليمية لأن احنا بنحب بنقول جزء من مسئولاتنا تجاه البنوك تبقى الورقة تعليمية ونقاشية وبنحدد فيها المشاكل فاحنا ابتدينا الورقة عشان لما تيجي 2022 نبقى جاهزين وزي ما بقول بازل أربعة فيها تغير تام وخاصة في العمليات وفي الاقتمام وفي المركز السؤال المهم أستاذ جمال خاص بمصر فين من معادلة التجارة العالمية وتطورات التي تحصل من الاقتصادات العالمية وحركة النمو الأصول وخلافه على مستوى العالم احنا بنشوف حراك قوي وده بيؤدي إلى تدعيات على الأسواق في المنطقة مصر فين من المعادلة خليني أخدها احنا مصر من أربع سنين كتفين يعني خلينا نتكلم على الإصلاح الاقتصادي اللي تم في الفترة اللي فاتت فانت بقى عندك النهاردة الحمد لله نظام نأدي ومالي قوي فانت النهاردة بقى عندك نظام نأدي قوي النهاردة بقى أنت بتحدد تقدر توصل منك تحدد معادلات النهاردة أي مستثمر عايز يخش وبعايز يعرف معادلات التضخم يعني قدرتنا على امتصاص الصدمات بقت أقوى كتير لان بقى عندك نظام بقى عندك سياسات وعندك نظام ونظام مفاعل يعني الأهم من السياسيات أن أنت بقى عندك نظام مفاعل على الأرض لأن أسهل حاجة تعمل سياسة إنه بقى التنفيذ هو الأهم فحنا نهاردة بقى من ناحية السياسة النقدية بقى النهاردة احنا بنعمل زي توقعات وبنونشرها وبتبقى التزام على البنك المركزي بمعدلات التضخم لسنة قادمة النهاردة بقى عندك سعر الصرف سعر الصرف النهاردة بتجاوب مع العرض والطلب فانت خلاص بقى عندك الميزان اللي هو مع كل حاجة بيوزن نفسه فبتقدر بيبقى عندك قابلتك لانتصاص الأزابات طبعا بقى أكبر كتير يستاذ جمال في مسألة الشمول المالي يمكن البنك المركزي ركز بشكل كبير على مدار الأربع سنة اللي فاتت في تحقيق طفرة في الشمول المالي النهاردة الأرقام عاملة ازاي بص ساتك وطبعا الشمول ده ازاي ما في السؤال لساتك قبل كده قلت الشمول المالي ده مهميته مهميته على الاقتصاد الكل قد ايه مهميته واهميته على مستوى القطاع البنكي والمالي قد ايه النهاردة هو لازم نشوف احنا جايين منين يعني كان عندنا شكل الناس اللي عندها حسابات او بتعمل معاملات مالية كانت النسبة كام نتكلم على 10-12% النهاردة نتكلم على حوالي 30-33% ففي حرك يعني احنا عملنا يعني ضعف مرتين في الفترة اللي فات اللي هو قوة 4 سلفة واحنا كمان عندنا خطة طموحة ان احنا نتحرك احسن بكتير من هذا يعني احنا قرد عندنا خطة انا لسه السبوع اللي فات احنا نازلين للبنوك كل بنك لازم يبقى عنده قدارة مستقلة للشمون المالي وعندها اهدفها تتحط استراتيجيات هحقق ايه وفي نفس الوقت طرق قياس لتنفيذ هذه الاستراتيجيات وفي المقابل بقى البنك المركزي عنده نفس عاي غير من الهايكروزي بقى عنده برضه وحدة مخصوصة كده عشان تتابع ومش تتابع بس وتشوف لو في مشاكل في التنفيذ ان احنا ممكن عشان احنا عدنا الصورة بطبقى اكبر لو في مشاكل في التنفيذ ازاي مساعد البنوك على كده المسألة اصبحت اكثر تنظيما تنظيما واهتماما ومتابع استاذ جمال انا بشكرك شكرا جزيلا على حديثك الرائع النهاردة والمعلومات القيمة اللي حضرتك وضعتها علينا والاستاذ المشاهدين يعني كلها كانت يمكن غطت كل المحاول اللي كنا بنتكلم النهاردة في الجلسة اللي افتتحية في الصبح في المؤتمر اتحاد مصرية وبشكر استاذك اتمنى لك التوفير بشكر حضرتك شكرا جزيلا شكرا للاستاذ جمال نجم نائب محافظ ارحب بالاستاذ وسام فتوحي الامين العام لاتحاد المصارف العربية اهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ وسام شكرا سيد اسماعيل شكرا أستاذ وسام في البداية عايزين حضرتك تلقي الضوء على التطورات العالمية من حيث أو تأثيرها على الاقتصاد العالمي ومؤشرات النمو في إطار الحراك اللي بنشوفه خلال الفترة الأخيرة سواء من مشكلات سياسية أو أزمات بتواجه الاقتصاد العالمي يعني كان فيه طبعا توقعات من صندوق النقد الدولي بنسبة نمو اللي بأس بها بعام 2019 تقريبا بحدود 2.9% بنسبة نمو حتى كانت التوقعات لسنة عام 2020 بحدود 3.3% دي معدلات النمو معدلات النمو طبعا هذه معدلات تعتبر معدلات جيدة وهذه التوقعات عملت بأكتوبر 2019 يعني أول أكتوبر قبل فعلا ما يصير فيه عندك هالمشاكل المستشدة بالعالم وينقسم العالم إلى عدة مناطق إذا صح تعبيد يعني منطقة اليورو أقل شوي نموها بحدود 1.6% تقريبا في عندك بلاد عندها صعوبات بالاقتصاد طبعا مثل الهند المكسيك البرازيل روسيا تركيا الولايات المتحدة الأمريكية بلا شكل بأس ولكن بنسبة نمو 2.0% عم نحكي بمعدلات دولية اقتصاد العالمي كان بحدود 3% هذه التوقعات طبعا قبل ما يصير اللي صار من خاصة ما استجد موضوع الفيروس كورونا اللي هو أثر فعلا بشكل مباشر على نسبة النمو والاقتصاد حيث تم تراجع بنسبة كتير كبير هذه التوقعات بسبب تراجع البورصات بسبب تراجع رحلات التجمعات المعارض المؤتمرات هذا أثر بشكل مباشر فعلا حتى أثر على الدين جروم حتى أثر على موضوع التداول بالأسهم توقعات لماذا النمو التصوير العالمي اختلفت بعد اختلفت نعم طبعا في عدة عوامل كمان أخرى طبعا المشاكل التي صارت ما بين المولايات المتحدة الأمريكية والصين بشكل خاص لما أدى إلى انخيفات بالتبادل التجاري في عندنا كمان مشاكل تتعلق مع إيران بلا شك كل هذه المشاكل العالمية أدت إلى خفض هذه التوقعات وخفضت صندوق النقد الدولي توقعاتها 0.1% بينما منظمة الأوئي سيدي يعني تقريبا 1 من 10% يعني 1 من 10% نعم 1 من 10% بالوقت المنظمة التعاون الاقتصادي الأوئي سيدي خفضتها 5 من 10% وبالتالي عم تقول أنه صارت توقعات بالنمو حوالي 2.4% أما إذا استمرت هذه المشاكل وخاصة المشكلة المستجدة موضوع فيروس كورونا فأمنتوقع أنه انخفاض النمو بالاقتصاد العالمي يصل إلى حوالي 1.5% بعام 2020 1.5% مقارنة 3% مقارنة 3% يعني انخفاض تقريبا 50% هذه التوقعات ولكن لازلنا تحت دراسة هذه الأرقام سندون نقد الدولي لم يصدر حاليا لغاية الساعة توقعاته بنسبة ل2020 بالوقت اللي كان عنده تفاعل جدا لسن العام الحالي وتفاعل أيضا بعام 2021 هذه العامة التي ذكرناها سنرجع لخصة ونعيدها المشاكل التجارية بين الولايات المتحدة والصين الولايات الأمريكية والصين موضوع فوريس كورونا هن أهم عنصرين فعلا لانخفاض التوقع بالنمو الاقتصادي العالمي التي ممكن نشهد أن يصل فقط إلى 1.5% 1.5% أستاذ وسام في ظل هذه التطورات إزاي حرك شايف تأثيره على منطقة العربية أو اقتصادات المنطقة العربية شوف المنطقة العربية فعلا النتيجة أنا بتلخص النمو الاقتصادي بشكلتين أهم رقم واحد أول شيء استقرار سياسي وأمن بس يكون فيه استقرار سياسي وأمن فعلا بصير فيه عنا تمويلات رقم اثنين قطاع مصر في قوي هؤل العنصرين الأساسيين لأي دولة بموضوع النمو الاقتصادي والتمويل الاقتصادي وهذا هذه ربما خلاصة ما يحصل في بعض الدول في منطقتنا العربية ونسكر منها طبعا لبنان أولا العراق اليمن إلى آخر بعض هالدول اللي عندها سوريا بلا شك اللي عندها مشاكل بالوقت اللي بتشوف أنه فيه نمو جيد جدا بالدول اللي فيها استقرار مثل الدول المجلسة العام الخليجي مثل مصر وهون أنا بالمناسبة بهني مصر لأنه هي مصر الأولى عربيا بالنمو الاقتصادي أكبر معدل النمو الاقتصادي صحيح حصل في مصر في مصر في سنة 2019 وتوقعاته عشرين عشرين حوالي 5% بالوقت اللي إذا بنحكي عن منطقة دول المجلسة العام الخليجي اللي هي طبعا الاقتصادات كبيرة بالمتوسط حوالي 1.7 يعني 1.7% حنتكلم بتفصيل عن اللي حصل في مصر ويتطورات الاقتصادات في مصر لكن يعني التغيرات اللي حصلت في العالم لها تأثير على المنطقة العربية ككل؟ طبعا لها تأثير بشكل مباشر عم نحكي بالدينيج عم نحكي بالموضوع التجارة عم نحكي بالاستقرار لسعر الصرف النقدي اللي شهدنا ببعض الدول أنه صار فيه عدم استقرار بشكل كبير عم نحكي بالإعادة لسعر الصرف أو لأسد أو للموجودات القطاع المصري في الأصول طبعا القطاع المصري بلا شك أي شيء أي تطورات حاصلة من ناحية لعدم الاستقرار من ناحية الاضطرابات اللي عم تسير من ناحية التجمعات اللي هي بتأدي فعلا إلى عدم نمو هذا الاقتصاد والعدم استمرارية التمويل بالمشاريع الاقتصادية بلا شك بيأثر وبرجع بقول للأسف منطقتنا العربية عم تشهد تحولات كتير صعبة مما يؤثر بشكل سلبا ومباشر على اقتصادات العربية التحولات السياسية والأزمات السياسية اللي موجودة في بعض الدول العربية إزاي بتؤثر على عمل القطاع المصرفي العربي ومعدلات نمو قطاع المصرفي العربي نرجع نأكد أنه الاستقرار السياسي والأمنة هو أساس والقطاع المصرفي في الصلب هو الأساس في بعض الدول قدرت اشتازت هذه التحولات بشكل جيد أنا كمان بقدر هني السودان حقيقة اللي قدروا بشكل سريع جدا صار فيه تحولات وقدرت فعلا السودان قامت بشكل جيد وإعادة هيكلت نفسها وشكلت حكومة بشكل جيد ومن هنيها كمان فيه مؤخرا صار فيه رفع عقوبات على معظم السودان ومعظم الشركات وصار فيها تتعامل مع المؤسسات الأمريكية مصر بلا شك مرأت بإصلاح اقتصادي جدا جيد جدا جيد وعملت حتى موضوع سعر الصرف وطلما تحرر سعر الصرف هنا أنا بدأقول لو ما كان فيه قطاع مصرفي قوي موضوع سعر الصرف تحليله كان فيه خطر كبير على القطاع المالي ولكن قوة هذا القطاع المصرفي المصري قدر اجتازت لبل صرفي عنا نمو مثل ما كحينا وهلأ بنحكي أكتر ربما على موضوع القطاع المصرفي المصري هلأ بالنسبة للبقية الدول اللي اللي عم تشهدها نحن منشوف تراجع كتير كبير حصل في لبنان مؤخرا منشوف تراجع ومشاكل كتير كبيرة في العراق بلا شك سوريا بعدها بأزمات كتير كبيرة هي واليمن فإذا ما عم نلحظ أبدا نسبة نمو بالاقتصاد أو نسبة نمو في تعزيز معادلات النمو لو كانت في وضع مستقر سياسي شوف طبعا نحن نحكي بنسبة قليلة مقارنة مع الاقتصادات الخليشية يعني أنت وطلعما تشوف دولة مثل الإمارات أو السعودية تنيناتهم بمسلو 40% من جمالي موجودات الكتاع المصرفي العربي يعني الإمارات حوالي 800 مليار دولار عفوا جمالي موجودات المصارف والسعودية بحدود 700 وشوي إجمالي موجودات المصارف الكتاة الكبيرة هي عم نحكي بكتاة الدول المنشطة العون الخليشية فتأثير نسبة النمو على هذه الدول بالإجمال منه كتير كبير ولكن بتأثر بينها وبين ذاتها وخاصة في الحركة التقرية خاصة في الحركة التقرية طبعا بلا شاك يعني ولكن ما عندها تأثير بالمعدل العام على صعيد النتج المحلي الإجمالي عم نحكي ضمن 20 دولة عربية أحدث الأرقام الخاصة بالقطاع المصرفي العربية يعني حضرك حبيت تختصر حركة التعاملات المالية والمصرفية في المنطقة العربية تقدر تقولينا أرقام بشكل عام لازاي بتوصف حالة القطاع المصرفي العربي والله أنا متفاجأت ومش باتفاجأت مبسوط طبعا جدا بالنمو اللي صار عام 2019 يعني لما كنا عم نحكي بعام 2018 كنا عم نحكي بقطاع 3.5 من 10 تريليون دولار جمال القطاع المصرفي العربي بنهاية 2019 قفزت إلى 3.7 أو 3.7 من 10 تريليون دولار كأجمال الموجودات هذا أرقام كتير كبيرة حقيقة وبرجع بقول الدول الأساسية بهذا النمو تأتي من الإمارات والسعودية ومصر تحديدا حيث سجلت مصر أعلى نسبة نمو حتى بأجمال لموجودات القطاع حوالي 20% انتقلت من 365 مليار دولار أو من 300 وشوي مليار دولار إلى 365 مليار دولار بعام 2019 بنسبة ارتفاع 20% وبلا شك في عنا نحكي البحرين قطر السعودية والإمارات وتترقص الإمارات هي أعلى نسبة نمو بالحجم أعلى نسبة نمو هو مصر ولكن بالكتلة النقدية بالحجم هي نحكي طبعا لدولة الإمارات العربية المتحدة بالنسبة للوداع كمان تخطط 2.3 تريليون دولار أو 2.3 من 10 تريليون دولار وهذه كتلة نقدية كتير كبيرة نحكي على إجمال القروض اللي منحها لكتاع المصرف العربي بنهاية عام 2019 بحدود 2 تريليون دولار أو 2000 مليار دولار وهذه أيضا نسبة نسبة كتير كبيرة الآن أنا بدي أشير دائما منحكي بهيك والاتحار المصرف العربية وعندما كنا نحكي بنسبة تمويلات هائلة بنسبة 2 تريليون دولار وأحيانا نشهد نسبة بطالة كبيرة موجودة بالعالم العربي ما هو السبب؟ السبب أنه ربما بعض هذه التمويلات هي تذهب إلى تمويلات غير انتجية أو غير مفيدة بموضوع التمويل الاقتصادي وربما بعض هذه التمويلات تذهب إلى التمويلات الاستهلاكية الموضوع تمويلات التي تذهب إلى النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحديدا التي تذهب إلى مشاريع متوسطة ومنظر الأساميز هي التمويلات الصحيحة لزيادة معدلات النمو ومحاربة البطالة وزيادة خلق فرص العمل برجع أقول في توفية كثير بين دول عربية بهذه التمويلات نشهد بعض الدول العربية تمويلات استهلاكية لا تفيد الاقتصاد بينما نشهد في بعض دول أخرى تذهب هذه التمويلات لمشاريع أنمائية جيدة وصحيحة منها الإمارات منها دبي منها مصر منها طبعا السعودية المملكة العربية السعودية بالوقت اللي في بعض الدول معظم تمويلاتها تذهب إلى القطاع العام بنسبة كتير كبيرة بتلاقي نسبة القروض اللي رايحة أكتر من 50 إلى 60 بالمية تذهب إلى القطاع العام وهذا لا يفيد الاقتصاد بالوقت اللي ينصح معظم المنظمات العربية والإقليمية والدولية تمزيد من تمويل القطاع الخاص القطاع الخاص وخاصة في موضوع تمويل مشروعات صغيرة منتوسطة أستاذ وسام بالنسبة لمسألة تمويل التنمية المستدامة دور البنوك في المنطقة العربية لتمويل التنمية المستدامة في إطار ما يتواجهه المنطقة من تحديات حقيقة شوف طبعا التنمية المستدامة هو مشروع أطلقته منظمات دولية وأيضا تمنته الأمم المتحدة وقدركت الأمم المتحدة والمنظمات التابعة الاقتصادية التابعة إلى مثل مثل إكوساك مثل كثير منظمات مثل أدركت أنه حتى نحقق التنمية المستدامة لغاية 2030 لا نستطيع أن نعتمد فقط على القطاع العام يعني لا تستطيع الحكومات فعلا تأدي ما يحتاج إليه هذه التمويلات لنصب بموضوع التنمية المستدامة وبالتالي لجأت إلى القطاع الخاص ولجأت القطاع الخاص تحديدا إلى القطاع المصرفي القطاع الخاص التمويلي بيأتي من عدة مجالات ليس فقط من القطاع المصرفي يعني في عندك شركات المالية في عندك هيئة أسوأ القراءة سلمان شركات التأمين ولكن إذا بنطلع على بلدنا العربية نرى أن القطاع المصرفي يمثل بين 80 إلى 90% من القطاع المالي وهون أنا أقول لك أن القطاع المصرفي العربي بأي دولة عربية مهما كانت يلعب دور كبير جدا يتعدى 70% من تمويل الاقتصاد حتى هذا بالأرقام حتى عم نحكي بالأرقام إذا قررنا إجمال التمويلات مع الناتج المحلي الإجمالي بتلاقي بحدود 70 إلى 75% وبالتالي نعم يلعب هذا الدور المهم في هذا الكلام أن أدركت الحكومات وأدركت الأمم المتحدة وأدركت المنظمات الدولية أن أولاد لا يستطيعون أن يعملوا هذه التمويلات للتدمير المستدامة بدون مساعدة ومشاركة القطاع الخاص وبالتالي تسمع دائما الشراكة بين القطاع الخاص والخاص القطاع العام والخاص أو ما يسمى بـ PPP Public Private Partnership وهذا أعتقد هذا الموضوع مهم جدا وفي تجارب نيش حصارت بوطننا العربي وهو مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في ظل الأزمات التي توجهها بعض الدول يمكن أن يتكلم على الأزمات السياسية والمشاكل حتى الإرهابية التي توجهها بعض الدول العربية طبعا ده فرصة لمرور أموال غير شرعية أو أموال غير مشروعة نتكلم على غسل الأموال نتكلم على تمويل الإرهاب من وجهة نظر حضرتك الوضع عامل إزاي أو تطورات الأرقام أو التقديرات لعمليات غسل الأموال في المنطقة العربية وتمويل الإرهاب خلال الفترة الأخيرة التي شهدت فيها أزمات حقيقة في بعض الدول العربية شوف بلا شك كلنا بحظنا أنه بخلال خمس سنوات يظهر فيه جهود كثير كبيرة من الدول من الحكومات ومن البنوك المركزية ومن الجهات الرقابية ومن المصارف لموضوع ضيق الخناق على موضوع تمويل الإرهاب تحديدا وموضوع غسل الأموال بمعنى آخر دخول هذه الأموال غير نظيفة أو إمكانية دخول هذه الأموال غير نظيفة إلى القطاع المالي هذا الموضوع يعني انحضر بشكل كتير كبير وكتير واضح وواضح يعني انحضر أنه قل نعم قل بشكل كتير كبير لأنه بترجع بعيد لأنه صار في عندك جهود كبيرة وكبيرة جدا وتعاون مع الحكومات ومع القطاع الخاص ومع الجهات القضائية ومع أيضا الجهات الأمنية وبالتالي شهدنا فعلا يعني انحصار لموضوع الإرهاب بشكل عام بموطننا العربي وشهدنا أيضا انحصار كبير وكبير جدا وقطع منابع تمويل الإرهاب يمكن أنتم عملتوا في الاتحاد مبادرة لتكفيس منابع تمويل الإرهاب صحيح عملنا أكثر من توعية وحاولنا كتير نجي نقول أنه هذا الموضوع ليس فقط يتعلق بالمصارف وليس فقط يتعلق بإدارات الالتزام اللي نحن كمان أنا بهنيها بكل العالم العربي يعني بتلاقي إدارات الالتزام ومضراء الالتزام بالمصارف العربية لهم الخبرة والدراية الكافية اللي فعلا يقدر يكمشوا أي عملية فيها أي شبهة وبالتالي بنشوف أنه قطاع المصرفي عن جد عنده كماشي مثل ما بقوله لموضوع تمويل الإرهاب أو موضوع قصة الأموال بيظل فيه طبعا نقل هذه الأموال عبر الحدود عن طريق نقدي وهذا يعني يأتي إلى دور الأجهزة الأمنية والأجهزة طبعا القضائية اللي ممكن تقدر تساعد وتمنع هذا الموضوع نادى اتحاد المصارف العربية بعدة نقاءاته وعدة مؤتمراته لا يجب أن يكون هناك تعاون ما بين الأجهزة القضائية والأجهزة الأمنية والقطاع المصرفي وعم نشهد ندق جمال موسي ما عدنا عم نسمع كثير في عنا تمويلات إرهابية ما عدنا عم نسمع كثير في عنا مواضيع غسل أموال يعني تأتي تضييق الخناق على تمويلة إرهابية بلا شك تضييق الخناق ولا شك كمان أهم المنظمات الإرهابية نشاطها قلت وهي إلى مرحلة الزوال إن شاء الله في عدد الدول يعني هذا الموضوع خف بشكل كتير العالم العربي يتجه لنظام لتسوية المدفوعات العربية إزاي إمكانية تحدوث ذلك على الأرض من ناحية ومن ناحية تانية إزاي ده ينعكس على الوضع المالي والاقتصادي والحركة التجارية ما بين الدول العربية خلال فترة جاية شوف هذا الموضوع أنا أول شي بديهنص صندوقنا العربي على أخذت المبادرة صندوقنا العربي بإدارته الحالية مش بالإدارة السابقة صندوقنا العربي بإدارته الحالية أخذت هذه المبادرة قائد الجدية وهناك طبعا أصحاب المعالي والسعادة محافظين منوك المركزية أخذوا أرار بإنشاء تسوية المدفوعات العربية أنا عندي أوراق ثبوتية عمرها أكثر من 15 سنة إلى 20 سنة تقدم الاتحاد المصافة العربية إلى صندوق النقد العربي بالإدارة القديمة بإنشاء منصة حول تسوية المدفوعات العربية وعدم الاعتماد على سوفت ويصير فيه تسوية المدفوعات ضمن الدول العربية لم يتأخذ هذا الموضوع بشكل جدي وكان قائد الاتحاد يعمل أكثر من هيك لأنه هذا موضوع يتعلق بملفات وتعلق بالصندوق النقد العرب صندوق النقد العرب اليوم بالإدارة الجديدة الحالية أخذت هذه المبادرة من حوالي سنتين مشكورة عملت جهود جبارة في موضوع إنشاء هذه المنصة وهذه التسوية المدفوعات العربية التي إن شاء الله إذا مشيت إذا مشيت بتكون توفر كتير موضوع من الضغطات التي تأتي من المصارف المراسلة الضغطات التي تأتي بالتعامل بالدولار الأمريكي الضغطات التي تأتي بالفيز العملات أو الكلفة التحويل التي تأخذها ستكون أقل طبعا ستكون أقل لأنه ستكون محلية ولكن ولكن وهذا رأي شخصي نحن متأخرين جداً بهذا الموضوع التطور التكنولوجي الحاصل يعني فيما يقولها تقول أن تأتي متأخراً خلالاً لا تأتي بدأت بكلامي أهني هذا المشروع القومي العربي الذي سيفيد جداً المصارف وهو مستمر وحيعمل وإن شاء الله أنا أعتقد سيبصر نور في هذا العام ولكن التطور التكنولوجي الحاصل أستاذ إسماعيل في موضوع بلوكتشين في موضوع الإلكتروني في موضوع العمل الإلكتروني في موضوع الكريبتو كارنسي وغيرها طبعا الكريبتو كارنسي أنا ما بأيدها أنا بأيد العمل الإلكتروني التي صادرة من البنوك المركزية كلها ضوابط التي فيها ضوابط فيها رقابة التي فيها طبعاً مقابل انصدر عمل الإلكتروني أصول بيضغطيها في النهاية في أصول في أموال كأنه عم يصدر عمله ورقية وهو بيوزع المصارف ليس على المصارف التجارية أن تصدر عمله إلكتروني ليس على الشركات التكنولوجية أن تصدر عمله إلكتروني مثل شفنا الفيسبوك صار عندها عمله حد ذاتها في شركات أخرى ولكن إذا البنك المركزي هو فعلاً أصدر عمله إلكتروني وصار فيه هذا التحويل هذا أمر ممتاز هذا الموضوع بنافس أي تسوية مدفوعات تقليدية كما نعلم بموضوع يعني مثل موضوع سوفت أو غير سوفت هلأ برجع بقول أنه هذا المشروع يجب أن يستمر وأعتقد إن شاء الله هو مستمر وأعتقد أنه حيصير في العمل فيه بقريبة يعني إن شاء الله نحن متوقع هالسنة بحينافس أو حيريح المصارف العربية به على الأقل يصير عنا تسوية مدفوعات داخلية يعني نحن كنا متابعين عن كثب وكنا عم نحترى هذه الاجتماعات هل هناك تقديرات اللي ممكن يوفروا نظام تسوية مدفوعات عربية؟ عفوا نشو السؤال تقديرات؟ التوفير يعني هل ممكن يكلف يعني؟ توفير أول شي طبعا لازم يكون على مستويات الدولية أول تحدي لهيك تسوية مدفوعات يكون متبع القوانين الدولية المراعية بمكافحة غسل الأموال أولا وإلا سيصير فيه هجوم من المجتمع الدولي وتحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية لأنه هي طبعا هذا الموضوع بالنسبة إلى أمر حساس وموضوع التحويل بالنسبة إلى هي عم تراقب من خلال السوف لما يكون فيه تسوية مدفوعات محلية داخلية ما عليها 100% كنترول هذا الموضوع يمكن يقلقها ولكن إذا كانت هذه تسوية المدفوعات مبنية على الأساس الدولية وعلى القوانين المراعية الدولية لأصدارتها بازل لأصدارتها الفاتف يلي وزارة الخزانية الأمريكية يعني ضمن القرارات الأمريكية وهذا أمر هام جدا أعتقد ما حيكون عندنا مشكلة توفر سرعة وتوفر دقة توفر أقل ضغط وطبعا أقل كلفة بالنسبة للمسألة الشمول المالي يمكن التحدي المصرف العربية لعب دور كبير جدا خلال السنوات الأخيرة في مسألة الشمول المالي ومحاولات لتعزيزه في المنطقة العربية حضرك شايف هل فيه تغيرات في الأرقام حصلت في ملف الشمول المالي؟ فيه تغيرات مرضية طبعا يعني أنا بتشكلك أنا قلت اتحاد المصاف العربية فعلا اتحاد المصاف العربية أول وأنا مسؤول عن كلمي أول من أطلق موضوع الشمول المالي والدليل على ذلك عقدنا بألف عام 2015 وطلما أعلننا عن موضوع إطلاق مؤتمر دولي عن الشمول المالي كان بشهر فبراير 2015 وكان المؤتمر أعلن عنه في بودابيس أو في هنجاريا بشهر ستة وهذا المؤتمر دولي بمشاركة عربية كبيرة ومشاركة دولية كبيرة حضر رئيس الوزراء كمان الهنجاري بوقته ببودابيس وبنفس الوقت استقبلنا هذا المبادرة شمول المالي وأطلقنا بشهر 11 ضمن المؤتمر السن والأتحاد المصاف العربية مبادرة شمول المالي 15-20 وفعلا عملنا حملية توعية كتير وعملنا دراسات كبيرة نحن والبنك الدولي والصندوق النقد الدولي واستمرنا بحملية توعية بعقد مؤتمرات ومبادرات من عدة مصارف لبل كمان فتنة أبعد من ذلك فتنة بموضوع الثقافة المالية أو ما يسمى بفاناشي الليترسي وهذه مبادرة أيضا أطلقناها بعد سنتين لأنه حصينا واحدة من أهم العوائق على موضوع الشمول المالي هو الثقافة المالية ما هو الشمول المالي؟ الشمول المالي أنك أنت تقدم خدمة مالية للمواطن مهما كان ومهما كان هذا المواطن يعيش بالأريافة أو عيش ببرات المتينة يعني تشمل حتى الفئات المهمشة وبحدودة الدخل هو هذا الهدف بس يكون عنده طوعية مالية حتى الشخص العادي اللي كان عايش بالمدينة ولكن ما عنده طوعية مالية وما عنده ثقة بالقطاع المصرفي وحاطط مصرياته في البيت كمان تحت المخده وطلع ما يعتنيه ثقافة مالية وتقول ما هو أهمية دخول هاته الأموال إلى القطاع المالي ما هو أهمية دخول هاته الأموال ضمن الدورة المالية الدورة الاقتصادية هون أنت بتكون عم تشجع وفعلا أن يروح يفتح حساب هاي دي من ناحية ناحية تانية المبادرات اللي بتطلقها الحكومات اللي هي بتشجع على الشمول المالي أعطي كمان مثال بسيط ومعروف جدا مش بسيط مشروع قومي هائل اللي هو مشروع قناة السواس اللي هو بوقت زادت كلنا بنسكر بحبابه ساهم شكلك بير جدا طبعا لأنه بحضر في ممكن أسبوع صار فيه مليارات حوالي 60 مليار جنيه جات من تحت البلاطة 29 مليار كان ومش كانوا بالقطاع المالي وبالتالي هون كلهم نفتح لهم حسابات الأمر التالي التكنولوجيا اللي هي كمان بتساعد جدا بموضوع الشمول المالي منها الموبايل بانكينج اللي هو كل واحد قدر يشتغل على الموبايل والموبايل متوفر وين ما كان متوفر حتى بالأريق صحيح مش رازم تروح للبانك يعني فيه طبعا الموطن العربي تحسنت أرقابه بموضوع الشمول المالي بدي أذكر شغلي هون قبل ما أنهي موضوع الشمول المالي فنرجع نقول الثقافة المالية موضوع حام على البنوك على المؤسسات مثل اتحاد المصارف العربي وقمنا بمبادرات تدريب حول الثقافة الملولية للقطاع العام يعني اتحاد المصارف العربي اليوم بستراتيجيته طلع من فقط التعاطي والتعامل مع المصارف إلى أيضا القطاع العام وشمل المدارس والجامعات والمجتمع المدني وفعلا بدأنا نعمل مؤتمرات منها عقدنا مؤتمر بحوالي سنتين من المصارف حضروا أكثر من ألفين طالب جامعين بناءا لاتصالاتنا معهم وعملنهم تدريب كيف يتعامل مع المصارف فيك تلاقي مهندس أو دكتور أو حكيم أو طبيب ولكن ما عنده ثقافة مالية كيف يتعامل مع المصارف الثقافة المالية يعني الحد الأدنى التعاطي مع المصارف ما هو كشف حساب بشعنة شاكش يعني بتعاطي ائتمان كيف تتعامل هاي الثقافة المالية للشعب حتى لو أحد مثقف شو ما كانت مهنته طبيب متعلم والثقافة المالية تأتي إلى فقتين الفئة المتعلمة الـ educated people والـ non-educated اللي هنم مش متعلمين كمان هون لازم يتعلموا كيف يتعامل مع البق بعد واحدة من أهم التحديات هي موضوع الثقافة المالية وواحدة من أهم الآليات لتشجيع الشمال المالي هي موضوع التكنولوجيا ومموذلات التي تأتي من الحكومات والمصارف بنشكره أستاذ وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية